هسا أنا مدى أحكي عن القضية الثانية اللي انتارت واني رئيس المجلس لأن تحدثت عنها هواية بس أحكي عن اللي قبلها المضمومات المضمومات في يوم ما إحنا كنا في لجنة حقوق الإنسان وطالعين في زيارة إلى سجن الأبغريب وكانت معنا مهدوري النائبة وخالد الجياش وآخرين وأحد السجناء صاحلي كرئيس لجنة حقوق الإنسان وكذا من بعيد قال لي تعرفني كذا قال قال لي أنا بالنسبة لي اللي تحدثت عنك واني اللي شهدت واني تعذبت من وراك المخبر السري هو مخبر أو شخص أجبرة أجبرة بحكم سكنة في منطقة بحكم انتماءة لعشيرة بحكم سنيتة خلأ أقول هيتشي بهذا الوصف وبالتالي خرج من خرج بعد حين ناس قضوا 12 و 10 سنوات ببراءة طبعا بعدم ثبوت الأدلة ولكن مضوا من عمرهم العشر سنوات والاثنعة السنة وهو ما بين لو أستاذ جامعي وغيرها كلها حوادث جرت في فترة من فترات التاريخ ليش أقول لك القضية مؤلمة مو هي مسألة بعد سياسي أكو خفايا بهاي الموضوعات وغيرها وغيرها تخشى أن تبوح بها لأن المرحلة لا تتحمل أنا كتبت وراح أعطيك الكتاب اللي يتحدث عن تفاصيل عديدة من هذا الجانب ولكن أزعم أنه سجن الشرف اللي كان موجود في منطقة في المنطقة الخضراء نحن ساهمنا في عملية إغلاقه اللي هو سجون سرية يسمى هكذا سجون سرية بس هو فعلا غير خاضع لسلطة وزارة العدل أو الأجهزة الأمنية كوزارة الداخلية أو وزارات الداخلية ولكن كان إدارة ذاتية من أطراف عدة وما تعرف الرأس منه منه اللي يجيب هؤلاء وكنا من ندخل عليهم يختلوهم يضموهم بمكان وبعدين نلقاهم وإلى أن انثارت القضية بشكل دولي وبعدين ألغيها تم الإعلان عن إلغاءة بشكل كلي يعني هذه واحدة من المشاكل اللي حقيقة كانت تتواجهنا لكن في حين سيد رئيس الوزراء المالكي السيد المالكي يمكن صارت أكو قطيعة أذكرها يمكن فترة سنتين من دون رغم أن العلاقة كانت جيدة جدا يعني بصراحة بس كلفني هذا الملف أشياء عديدة وصارت صار المكاشفة في أشياء متعددة ولكن أشعر أشعر أن هذا الملف الآن إلى حد ما بمركزية القضاء وعدم اهتمام صانع القرار بي كوسيلة الضغط يعني بدأ يأخذ مدى أفضل ممكن يرجعوا لك به وكل شيء وارد أنا ما أعتقد يعني في هذا البلد للأسف يعني وسائل الضغط متعددة ومتنوعة وكل شيء وارد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر